عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بنعطي الأكيد إنه برشا أشخاص عندهم برشا وقت فراغ ويحبوا يستغلوا وقت الفراغ هذا في أشياء مفيدة وفي أشياء تنفحهم في حاضرهم وفي مستقبلهم وما فماش حاجة تنجم تنفع أكثر من إنه نتعلموا مهارات جديدة ونتعلموا حاجات جديدة تنجم تعاونها في حياتنا الشخصية وفي حياتنا العملية هذاك عليش في الفيديو متاع اليوم حاولنا نجيبو لكم أفضل المواقع التعليمية أونلاين الموجودة واللي بطبيعة المواقع هذه بيش تكون مجانية لذا تفرجوا في الفيديو ما تنسي وش قبل ما تفرجوا في الفيديو كيف العدد الاشتراك في القناة تضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ونخليكم مع الفيديو الموقع الأول اللي بيش نحكي عليه هو موقع خان أكاديمي موقع خان أكاديمي من بين أفضل المواقع التعليمية أونلاين الموقع هذه فيه العديد من الكورسات فيه العديد من الدروس لمختلف المستويات التعليمية وفيه مختلف الاختصاصات يعني الاختصاصات كما قاعدين تشوفوا من الرياضيات إلى العلوم إلى الفنون والحظارة الإنسانية فقط يكفي أنكم تختاروا المستوى اللي تحبوا تشوفوا الدروس متاعوا مثلا قمنا باختيار المستوى الثالث تقوموا هنا بإيجاد جميع الدروس الدروس هذه تكون موجودة نجم تدخلوا تقرأوا الدروس هذه ومع كل درس تلقاوا العديد من الأسئلة والعديد من الاختبارات اللي لازمكم تجاوبوا عليها عندكم زادة كيف كيف هنا تنجموا تشوفوا حسب الاختصاص مثلا هنا التاريخ التاريخ الأمريكي تلقاوا هنا زادة كيف كيف العديد من الدروس اللي تنجموا تدخلوا تقرأوها وتقوموا بعمل التمارين الموجودة وتتعدى بالطبيعة للمرحلة اللي بعدها موقع خان أكاديمي كما قلت لكم من بين أفضل المواقع المجانية 100% واللي تنجموا تتعلموا فيها برشة حاجات تنجم تفيدكم الموقع الثاني اللي بش نحكيه عليه هو موقع كود أكاديمي موقع كود أكاديمي هو موقع موجود أو مجعول خصيصا لتعلم البرمجة يعني ما فيهش العديد من المواضيع كما شفنا الموقع اللي قبله فيه تاريخ وفيه برشة مواضيع أخرى الموقع هذي فيه فقط تعلم البرمجة نجموا هذي نشوفوه هنا في الكاتالوج تعلم محتوى متاعه يعني المحتوى متاعه مقسم على على جزئين الجزء الأول هو جزء مجاني وكيما قلت معنا المواقع اللي بش نحكيه عليه كل مواقع مجانية لكن فيه كذلك جزء مدفوع الجزء المجاني تنجموا تتعلموا فيه الأساسيات كيما أساسيات جاوا سكريبت ولا أساسيات بايثون ولا هاتي اميل ولا بايثون 3 ذهي مدفوع ولا جاوا سكريبت ولا غيروا ليرن حتى جاوا تلقاهم هذو ما لكل موجودين مجانا تنجموا تأخذوا منه الأساسيات الحاجات اللي تستحقوا لها تتعلموها من الموقع هذي من المميزات متاع موقع كود أكاديمي أنه يعلمك من خلال التطبيق يعني الموقع ما يعطيكش فقط محتوى بيش تقرأه يعطيك فيديوهات ويعطيك تمارين تقوم بيهم بايش تتعلم الأشياء اللي هو قاعد يقريك فيها في الموقع موقع ممتاز جدا موقع في العديد من المحتوى اللي أكيد بيش يعجبكم وننصحكم أنه تجربوا الموقع الموالي هو موقع أليسون موقع أليسون هو أحد المواقع اللي يتمكنكم من أنكم تدرسوا وتتحصلوا على شهادات مجانا لهنا تنجموا تشوفوا أنواع الكورسات اللي موجودة في مختلف المواضيع فما في الآي تي فما في اللغات العلوم الصحة العلوم الإنسانية البزنس الرياضيات التسويق الطريقة الحياة أو اللايف ستايل وبعض الكاتيجوريز الأخرى يعني يكفي أنكم تختاروا الكورس اللي تحبوا عليه تدخلوا الكورس اللي تحبوا عليه وتقوموا بالتسجيل في الموقع يعني يجب أنك تكون مسجل في الموقع بيش نجم تدخل الكورسة ذايا تدخل الكورس اللي تحب عليه وبعد إتمام الكورس تحصل على الشهادة متاعك في الكورس اللي قمت بالدراسة متاعه وبطبيعة من غير ما نقول لهنا أنه الأهم من الشهادات اللي تنجموا تحصلوا عليها أونلاين هو الأشياء اللي تنجموا تتعلموها يعني حاولوا قدر الأمكان أنه الإكسبرينس متاعكم تكون مبنية أكثر على تعلم أشياء جديدة أكثر من فقط مجرد الحصول على شهادات الموقع الموالي هو أحد أشهر المواقع في التعلم أونلاين وهو موقع إديكس موقع إديكس هو موقع عنده العديد من الشراكات مع العديد من الجامعات حول العالم كما قاعدين تشوفوا هارفورد وغيرها من الجامعات كما جامعة بوستن وغيرها يعني الليستة توصل لل160 جامعة كما قاعدين تشوفوا لهنا يوفر لك الموقع هذا كيف العادة كورسات مجانية اللي تنجم تقراها تشوفوا لهنا تلقاه عندك بعض الكورسات هذا يبون بروغرام موش كورس واحد خلينا نشوفوا لهنا مثلا كورسات اللي عندها علاقة بالتعليم نجم تلقاه مثلا لهنا هذه كورس توفل وهو اختبار في اللغة الإنجليزية يعني الكورسات امتاحهم الكل تقريبا تلقاوهم مجانية فقد تدفع مبلغ إضافي إذا كان أردت الحصول على الشهادة يعني تقوم بدراسة المحتوى ومتاع الكورس كامل مجانا فقط تقوم بإضافة بطبيعة ذي حاجة اختيارية اللي حب يقوم بإضافة شهادة يزيد مبلغ 49 أو 59 دولار أحيانا لكن المبلغ هذية ما هوش لازمكم بايش تتعلموا في الموقع يعني موقع كما قلنا ممتاز فيه العديد من الكاتيجوريز وفيه العديد من المجالات اللي تنجموا تدرسوها مثل القانون مثل الـ مثل الفن مثل الـ مثل الفلسفة يعني فيه العديد من المواضيع كما قلنا موقع تنجموا تستفادوا منه برشة الموقع الأخير هو موقع coursera.org coursera.org هو تقريبا موقع مشابه الموقع edx وعلى فكرة موقع coursera.org فم العديد من الجامعات العربية اللي موقع اتفاقيات شراكة مع الموقع هذية اللي تقريبا منها فم الجامعة التونسية الحقيقة بالنسبة الباقي الدول العربية ما عنديش فكرة كبيرة لكن نتوقع زادة كيف كيف انه فم العديد من الجامعات اللي موقعين اتفاقيات شراكة مع coursera واتفاقية شراكة هذية تمكنك من انك تستفيد من بعض الخدمات المدفوعة في الموقع مجانا يعني الموقع coursera كما قاعدين نشوفه زادة كيف كيف عنده العديد من الشراكات مع العديد من الجامعات والشركات الكبرى حول العالم كما جوجل اي بيام وغيرها من الشركات الكبرى نفس تقريب مبدأ الموقع اللي كنا فيه الساعة عندك العديد والعديد جدا من المواضيع اللي تنجم تدرسها وكالعادة تنجم انت تقرأ الكورس اللي تحب عليه مجانا وفقط تقوم باضافة مبلغ صغير اذا كانك اردت الحصول على شهادة يعني مثلا خلينا نشوفه الكورس هذي كورس بايثون فور افريبادي من جامعة ماشيغان الولايات المتحدة الامريكية وكالعادة الكورس متاعك تلقاه 100% اونلاين مجاني يعطيك اللغة اللي بيش تقوم بتعلم الكورس هذي بها ومن بعدك اذا كانك اردت انت اضافة الشهادة متاعك فقط تقوم باضافة مبلغ صغير كما قلت لكم الساعة ينجم يكون 49 او 59 دولار وهذا هو نتمنى انكم تستفادوا من المواقع هذه اكيد فم العديد من المواقع الاخرى للتعليم او التعليمية اونلاين المجانية اللي بيش نتعرضو لها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة متاعنا ان شاء الله يكون الفيديو متاعنا اعجبكم اذا كان اعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك سبسكرايب وما تبخلوش علينا زادة كيف كيف بتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار و الى الفيديو القادم ان شاء الله ما بقى ليك انا قلكم الى اللقاء